فهد محمد معلم في مدرسة المجلس النرويجي للاجئين بالموصل يشعر بالأسى لفقدان طلابه سنوات من تعليمهم بسبب الاضطرابات والقتال الذي حدث في المدينة منذ سنوات الواقع التعليمي بالموصل واقع مزري للدرجة يعني ثالث متوسط عن درس الطلاب يقولوا اكتب لي كذا ما يعرف يعني فكيف اللي بالخامس ابتدائي وهذا ترحل بعد يعني هذا الترحيل سبب مشكلة كبيرة سمر واحدة من العديد من الطلاب الذين يحاولون الحصول على التعليم في مدينة تحاول تجاوز الضرر تشعر بنفس الأسى أنا ما ردت أرجع المدرسة لأن أمري هاي السنوات كلها راحت من يمي أنا ما ردت أرجع قلت هاي هي انتهت يعني المدرسة بعداني راح أمري ومات المستقبل راح أرجع عمري يعني ما مناسب للساتس ابتدائي المدرسة نزحاتني قالت لي لا ما يصر هيش أنتي لازم ترجعين للمدرسة ماتش وتكملي المستقبلش وطموحاتش الاكتظاز ونقص أعضاء هيئة التدريس يتركان تحديات في نظام التعليم بالمدينة إضافة إلى صعوبات متراكمة فكثير طلاب تركت الدراسة عافت الدراسة من وراه هسا دعنا نشوفهم يعني دعي يشتغلون عمالة يعني طفل هو صغير عمره 12-13-14 سنة يبيع مي بالشارع أو يشتغل بمعمل أو يشتغل بالبلوك والرمل وهاي الأشغال الشاقة اللي ما يقدر عليها الطفل فبصراحة هذه مشكلة الترحيل أثرت بشكل كبير على التعليم اللي احنا دعنا نشوفه هنا بالموصل حررت الموصل من تنظيم الدولة عام 2017 لكن لم تعمر كثير من البنية التحتية بالمدينة ثلث مدارس الموصل إما بحاجة إلى أعمال إصلاح أو غير مناسبة للاستخدام أنه صار بنا ما قليل فإيش أنه أنت لازم ما تضل قاعد على نفس المكان لازم تحاول تغير إذا أنا وانت وقل الله خام يحصل تغير أما هذا الكل تضل قاعدة كل شي ما تستفاد إذا أنا ما تحركوا إذا أنت شعليك واني شعليه واني شعليه راح نصير للتعس أما ذا يبيد يبيده كان يدرس وانت تدرس وغير يدرس واني شجعك وانت شجعني وانشجع الله خلاله فهذا الشيء بأمل لنا أحنا نستفاد واني يستفادون ونورا الكل تستفاد الألاف من الطلاب والطالبات في الموصل يدرسون في فصول تقام في مقتورات يعانون إرثا فقلا من الأزمات ينتظرون تعافي مدينتهم نرحب معنا من الموصل بالسيد عبد الرحمن الدباغ وهو مدير عام تربية محافظة نينوى أهلا وسلم بك معنا العديد من المشاكل إذن تواجه الطلاب والمدرسين على حد سواء بينما البنى التحتية والمؤسسات التعليمية في معظمها غير صالحة هل قمتم بدراسة ميدانية لهذا الوقع لرصد ما يحتاج إليه من موارد وإمكانيات تحية لك والشاهدين الكرام صراحة ما نقله هذا التقرير لمقوضية المجلس النرويجي اللاجئين هذا التقرير فيه مغالطات كثيرة وهو تقرير غير صحيح على أي مستوى يعني في معلوماته هو تقرير غير صحيح أنا رعب في توقيت هذا التقرير الذي ظهر الآن نحن نتكلم عن سيد عبد الرحمن ما هي مأخيتك بالنسبة لهذا التقرير لأنه أنت تشير إلى مغالطات التقرير يرصد وقع التعليم الصعب في الموصل يرصد التحديات في مجملها أين المغالطات التي تتحدث عنها لنفهم نعم أولى المغالطات عندما ذكر التقرير أن المدارس أو دوام مدارسنا تكون في صالح هي ثلث المدارس أو في ثمانمائة مدرسة فقط وهذا الموضوع غير صحيح نحن لدينا بحدود الألف وثمانمائة وأربعة وسبعين مدرسة كبنايات مدرسية والمدارس الموجودة الآن ما بين دوام ثنائي وثلاثي بحدود الألفين وستمائة مدرسة وهذا مخالف لما جاء فيه التقرير ما يخفى على الجميع أنه المجلس النرويجي وهناك معلمين من المجلس النرويجي في الموصل يعني يعينون الواقع ربما المشكلة أبعد من ذلك بعدد المدارس هناك نتحدث عن بنى تحتية ولكن أيضا أنتم في مدريات تربية في الموصل أشارتم إلى تحديات كبيرة في وقت سابق منها ما يتعلق بالهيئة التعليمية منها ما يتعلق بالرواتب هل تم تخصيص أي ميزانية لهذا الإطار؟ هل تم تحقيق أي تقدم؟ أنا لا أعرف المصادر صراحة اللي جاءت بها المفوضية أو مجلس النرويجي اللاجئين هل أولا هم مدرسين؟ أنا لم أرىهم صراحة في حياتها أولا المدرسين ولا يوجد أصلا لدينا من منظمات من هناك مدرسة باسم منظمة يعني مدرسة المجلس النرويجي لا يوجد شيء على أرض الواقع يمكن الأخوان في بداية الألفين أيام التحرير في بداية الألفين ممكن بعد التحرير افتتحوا يمكن مدرسة في المخيمات يمكن في منطق سنجار أو على ما أظن يعني من هذا الموقع لكن ليس لديهم على أرض الواقع طيب الآن ما هي ما شاكلوكم يعني أنتم في قطاع التربية في الموصل أنا حتى أتكلم عن التقرير بالضبط باختصار لا صراحة يعني لأسف دا همنا الوقت نعم كلموا عن الأبنية المدرسية الأبنية المدرسية قلت لك أنا أعداد الأبنية المدرسية طب أعدادها المتوفرة اليوم هل هي صالحة للاستخدام نعم صالحة للاستخدام وتسير الأمور بشكل طيب تسير الأمور بشكل طيب لكن ما أكيد المدارس هي استهلاكية مدارس هي استهلاكية أضافة إلى أنه لدينا حاجة إلى كثير أضافة كثير من الأعداد من المدارس مدارسنا ليس نفس الأعداد التي قبل أحداث داعش أو قبلها مدارسنا أكيد قلت لكن مدارسنا هناك دعم على مستوى المنظمات الدولية على مستوى الحكومة المحلية تم إضافة بحدود 270 مدرس على مستوى تنمية الأقاليم تم إضافة مدارس من خلال صندوق الإعمار تم إضافة مدارس من خلال اليونسيف اليونسكو وكذلك المنظمات الدولية الأخرى الرصينة مع الأمم المتحدة واليون دي بي كان هناك مساهمات كبيرة من الكثير من المنظمات الدولية التي توقفت بجانبنا أنت راضي على الوضع كما يبدو أشكرك جزيلا شكر سيد عبد الرحمن الدباغ مدير عام تربية محافظة نينوى